السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم متابعي قناة كوراس بورت معاكم محمد زدان وفيديو جديد وأخبار جديدة ولكن في البداية زي ما احنا متعودين نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين النهاردة كده أخبار كده يعني فيها إصارة وبدايتها بلجنة الانضباط والأخلاق بتعلن كده بعض الكرارات وأبرزها وأسخنها قرار وهو منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط وغرامة 200 ألف جنيه مرتضى منصور يعني بسبب كده الشتائم والحاجات اللي بتطلع كل يوم على قناة نادي الزمالك وآخر تصريح ليه إنه هو شتم لجنة الحكام وشتم الناس والاتحاد الكورة والجنين فطلع كرارات النهاردة أبرزها منع مرتضى منصور من المشاركة في أي نشاط وغرامة 200 ألف جنيه يعني هيتمنع من المشاركة في ست مباريات فقط وغرامة 200 ألف جنيه ثانيا توبيخ كمال فريد المدير الفني لفريق العبد منهور وتحذيره بفرض عقوبة خلال تلك المخالفة إقاف محمد رمضان مساعد مدرب فريق بلدية المحلة وأيضا حفظ الالتماس المقدم من نادي افسي مصر برفع العقوبات الموجهة تجاه بعض العاملين دي القرارات كده سريعا كده اللي أعلن عنها لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد المصري للكرة القدم نروح سريعا لأخبار النادي الأهلي ريني فييلر النهاردة كده عمل جلسة بعد المران مع مدافع النادي الأهلي بعد ما فيه عرض كده من إحدى الفرق في الدور التركي جابت عرض للمدافع رمي ربيعة طبعا إيه اللي النادي الأهلي رفض نهائيا العرض وأيضا ريني فييلر الراجل رفض العرض لأن رمي ربيعة مدافع سوبر بالنسبة للنادي الأهلي ومن القوام الأساسي فقعد معاك كده فييلر وقال له إن النادي الأهلي بيعتمد عليك بشكل أساسي في الفترة الحالية وأيضا الفترة الجاية بإذن الله وده اللي مش هينفع قرار الاحتراف في الوقت اللي احنا فيه ده يعني شاهد أيضا النهاردة كده حاجة حلوة خالص لافتة جميلة جدا جدا ما بنشوفهاش غير في النادي الأهلي وامرين ما نشوف اللي افترة غير في النادي الأهلي النادي الأهلي اللعيبة كلها اقترحت إن هي هتخصم جزء من مكافئة الدوري يعني هتاخد منه جزء كده كل اللعيبة ويتتبرع به لأخوهم الكابتن مؤمن زكريا شفاه الله وعفاه نظرا لإن مؤمن يعني علاجه كده بيتكلف مصاريف كبيرة جدا يعني وأيضا النادي الأهلي كلنا عارفين إنه هو صرف لمؤمن زكريا كامل يعني وبرضو مش مخصوم قصدي مخصوم منه الدرايب يعني الرجل أخد العقد كامل وخالص من الدرايب عقوبة على لعب أسوان بسبب الزمالك لعب أسوان اللعب محمد جابر اللعب كلنا اللي عارفينه اللي وقف على الكورة بيستهزاء كده واستهتار بلعيب الزمالك في المباراة السابقة طب العقوبة جات من مين العقوبة جات من أحمد كشري مدرب الفريق كابتن أحمد كشري دي حاجات ما لكش فيها أنت راجل إداري ومدرب ومدير فني يعني اللعب يديك اللي أنت عايزه في الملعب اللعب بقى ويف على الكورة اللعب قال لك أنا حسيت بإهانة من بعض لعيب الزمالك ليا فردت عليهم في الملعب فده اللي أنا شايفه بصراحة مش حاجة موفقة من حضرتك كابتن أحمد كشري عودة نجوم الأهلي من الإعارات الموسم القادم النادي الأهلي بيبرم كده بعض الصفقات القوية وأيضا اللعيبة اللي طلعت إعارة النادي الأهلي مطلع إعارة يعني فوق الـ 12-13 لعب إعارة فمين اللي هيرجع لنادي الأهلي مين اللي عمل مستوى يليك بي أنه هو يرجع لنادي الأهلي أبرزهم أكرم توفيق واللاعب محمد شريف يعني من هدف الدوري الموسم الحالي وأيضا اللعب عمار حمدي دولة ثلاث لعيبة اللي إن شاء الله هنشوفهم الموسم القادم بإذن الله مع النادي الأهلي واستمرار غياب علي لطفي حارس مرمى الفريق يعني الراجل كان كده أصيب بفيروس كورونا ورجع الحمد لله ياسر إبراهيم ولكن علي لطفي الراجل اتأخر شوية فيرجع بألف سلامة بإذن الله وربنا شفيه ويعفيه كابتن سلب حفيز بيتفاق الخير بعد البايرن ميونيخ ما أحرز بطولة دوري أبطال أوروبا وقال زي ما هم آخر بطولة أحرزوها أيضا النادي الأهلي أحرز أيضا في الوقت السابق يعني دوري أبطال إفريقيا فبتفاق الخير بنفس البطولة وقال برضو إحنا احنا مؤمنين عقود لعيب النادي الأهلي بالكامل لأن الفترة الجاية هنشوف إيه مجايدات ده بيرامة زي عايز ده زي مالك بيفوض ده الخليج عايز السعودية عايزة فقال لك كل لعيب الأهلي مستمرين مع النادي الأهلي لأكثر من موسيمين وما فيش شرط جزائي ولكن إلا اللاعب وليد أزارو وليد أزارو كلنا عارفين السنة اللي فاتت لما النادي الأهلي كان هيستغنى عنه واللاعب هيمشي ولكن النادي الأهلي أيضا وبعد جمهور النادي الأهلي حابب اللاعب وكلنا كنا زعلانين ومش عايزين يمشي فلما طلعنا إعارة كنا مضيين معه سنتين مضينا الرجل سنتين طلع منهم سنة إعارة للاتفاق السعودي والسنة أو العام المقبل إن شاء الله بعد كده يبقى وليد أزارو فريه سواء هيوعد في النادي الأهلي أو هيمشي من النادي الأهلي أجاي وجلاردو بيصيروا أزمة داخل النادي الأهلي أيضا قلتلكم إن جونيور أجاي في كلام كده إن هو وجلاردو هيمشوا من النادي الأهلي نهاية الموسم ومش هيكونوا موجودين تبع الناس اللي موجودة الموسم القادم بإذن الله طيب أجاي قال لك أو وكيل أعماله اللي بتكلم على لسان أجاي قال ما ينفعش بعد المستوى يعني العالي والبطولات اللي الراجل خدها مع النادي الأهلي يجي نمشي بالطريقة دي أجاي مش هيمشي يعني مثلا صفقة كده تبادلية أو تشتري اللاعب وتدفع فلوس وتحط قدامه أجاي قال لك لا أنا الراجل بتاعي هاخد عقده بالكامل يعني الباقي من العقده تمام وهيرحل مجانا عن النادي الأهلي طبعا النادي الأهلي كان جاله قبل كده عروض لللاعب أجاي من الدور الصيني أيضا والدور التركي بمبالغ عالية جدا فده اللي زعلان منه وكيل أعمال اللاعب ومش عايز يمشيه قال لك لا أنت تمشيني بقى تديني بقى عقدي تمام وإيه أرحل مجانا لقى أي فريق براحتي طبعا ده برضو اللي عمل زيه جلاردو كده زمزة مالك ما بيعمل مع الأهلي مش معنى أنا قال لك وأنا كمان أديني بقى عقدي ورحل مجانا طبعا أنت والله يا جلاردو وإحنا نحط عليك فلوس تمام ونرحلك خلاف بين الجبلاية والشركة الرعية بسبب تسليم الدوري للنادي الأهلي خلاف كبير بين الجبلاية الشركة الرعية للنادي الأهلي عايزة تعمل شغل عالي شغل يليق به النادي الأهلي عايزين يعملوا عايزين يعملوا حفلة كبيرة للنادي الأهلي يبقى في الإعلام كله كل القنوات جايباها بعض الجمهور يبقى حاضر نحتفل مع بعض اللعيبة مع الإدارة ويبقى يوم في حب النادي الأهلي زي اليوم اللي احتفلنا به بتسلم نادي الأهلي ملعب الأهلي والسلام فطبعا الشركة الرعية عايزة تعمل حاجة طريق بالنادي الأهلي وبكيان النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي ده طبعا اللجنة الجنيني رفضة نهائي وقالت لك زي ما بنعمل مع اي نادي وزي ما الاندية اللي قبل كده اخدت الدوري الناس استلموه في الملعب ايضا احنا هنسلم النادي الاهلي في الملعب ده اللي هيبقى فيه مشاكل الفترة الجاية بين لجنة او اتحاد المصر لكرة القدم والشركة الرعية للنادي الاهلي طبعا كلنا كاهلوية نتمنى ان احنا نشوف يوم جميل في حب النادي الاهلي نتمنى ان احنا نشوف حاجة طليق بالنادي الاهلي وفي جمهور النادي الاهلي النادي الاهلي بيعمل اللي محدش عمله في الدوري المصري النادي الاهلي بيعمل اللي اي حد في الدوري المصري يعني نفسه يعني يوصل لربعه النادي الاهلي كان كبير اخد الدوري المرة الخمسة على التوالي تمام والاتنين واربعين فيه تاريخه فعايزين حاجة كده طاليك بيه النادي الاهلي وبجمهور النادي الاهلي هنشوف الجبلية هتعمل ايه عمتا لسه يعني ستة اسابيع ولا حاجة على نهاية الدوري فيقدروا ياخدوا القرار اللي ريح ايه اللي اتنين كده ويقدروا ياخدوا القرار اللي ان شاء الله يكون في صالحنا احنا جمهور النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي اللي ما بيتغيرش جمهور النادي الاهلي اللي ثابت على موقفه رغم ما بنشوف وشوفنا كده سكتة يعني في قناة النادي الاهلي لما ما أعلنتش عن محمود طاهر محمود طاهر الراجل اللي آخر بطولة إفريقية كان جات في عهده طبعا دي سكتة كلنا ما نقبلهاش لازم محمود الخطيب كابتن بيبو يشوف حل في الموضوع ده يشوف مين المسؤول يشوف طبعا ما ينفعش خالص 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 كابتن خطيب أولى مسك النادي الاهلي طبعا طلع الراجل أعلن وكان وراك ده على الشاشة كل الرؤساء النادي الاهلي ومنهم والشكر لأي حد مسك النادي الاهلي هي دي أخلاقنا هو ده النادي الاهلي ولكن يحصل ان محمود طاهر ما يتذكرش اسمه طبعا دخلين على انتخابات مش عايزين نبقى زي الاندية التانية احنا نادي كده في مكان الوحده النادي الاهلي في مكان وباقي الاندية في مكان تاني ولكن اللي حصل ده ما ينفعش يمر مرور الكرام يعني مهندس محمود طاهر عضو كده عضو من يعني من أسرة النادي الاهلي أنا شايفون زينا زي حضراتكم زي كل العاملين والمحبين للنادي الاهلي فيجب كده على الكابتن محمود الخطيب ان هو ما يمرش او الموضوع ده ما يمرش مرور الكرام ونشوف ان شاء الله يعني ايه لا يحصل فيه الايام القادمة اتمنى ما كنتش طولت على حضراتكم وكون ضيف خفيف على حضراتكم لو حد عنده اي قراء اقابلها باحترام في التعليقات وهرد عليكم بإذن الله في الفيديو القادم نتمنى رب التوفيق للنادي الاهلي والجمهور النادي الاهلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة